أخلاقنا عنواننا شيم لنا بين الأمم بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم يرقى تعاملنا بها إسلامنا دين القيم كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم وإذا تعايشنا بها نرقى بها أعلى القمم نرقى بها أعلى القمم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين الذي طابت سريرته وحمدت في الأرض سيرته وطارت في الأفق بشارته فكان رحمة للعالمين وسراجا منيرا للسالكين وقدوة للغر المحجلين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد على مائدة النبوة نلتقي ومع سيرة الحبيب العطرة نتطلع إلى تفاصيل العظمة في خلقه التي شهد له به ربه عز وجل فقال مزكيا له وإنك لعلى خلق عظيم ومع تقويم أخلاق الجار نتعلم الدروس من النبي صلى الله عليه وسلم المختار جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال اذهب فاصبر فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال اذهب فاطرح متاعك في الطريق فطرح الرجل متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبرة فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل الله به فجاء الرجل إليه أي جاره قال له ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه انظر كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة فأخذ الجار من جاره تعهدا بأن يحسن إليه ولا يجد منه شيئا يكرهه كم من إنسان انقلب وجهه الضحوك إلى وجه عابس فهجر بيته وربما باعه بنصف ثمنه بسبب جار أساء الجوار ضيق على من حوله أنفسهم وأظلم عليهم حياتهم بسوء خلقه وسوء عشرته لذلك كانت الوصية بالجار بلاغا إلهيا نرى ذلك فيما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ولقد شملت هذه الوصية الجارة على الإطلاق فالرسول لم يفرق في كفالة حقوق الجار وضرورة الإحسان إليه بين الجار المسلم وغير المسلم ولكن الوصية كانت عامة لذلك فهم الصحابة هذا العموم وطبقوه في واقعهم أسوة برسول الله عليه الصلاة والسلام فقد روى الترمذي في سننه بسنده عن مجاهد أن عبد الله بن عمر ذبحت له شاه في أهله فلما جاء قال أهديتم لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ولقد بلغ الأمر بالإحسان والإحساس أكثر من ذلك فعن أبي ذر الغفار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك رواه مسلم ووصل النبي وصاياه بالجار فقال فيما يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به ما أجمل هذه المشاعر ما أرق هذه المشاعر إنه رسولنا عليه الصلاة والسلام ولنا أن ندرك من خلال هذه الوصايا كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد منا أن نوثق العلاقات الإنسانية والأخلاقية لتستقيم العلاقات بين الجميع ويرقى المجتمع في التعامل إننا الآن في حاجة إلى استحضار وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام في حياتنا لنؤكد على أن حسن الجوار أمر الله به ورسوله ولنبعث رسالة للعالم نؤكد فيها أن ديننا يحترم الحقوق ويقدم كل معروف للقريب والغريب وأن هذا الهدي السامي هو من منبع الفضيلة رسول الإنسانية محمد عليه الصلاة والسلام وصدق ربنا إذ يقول وإنك لعلى خلق عظيم وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخلاقنا عنواننا شيم لنا بين الأمم بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم يرقى تعاملنا بها إسلامنا دين القيم كحيائنا ووفائنا مثل التكافر والكرم وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم وإذا تعايشنا بها نرقى بها أعلى القمم نرقى بها أعلى القمم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر